اكد وزير خارجية السعودية عدل الجبير ان موقف الرياض والدول الداعية لمكافحة الارهاب لم يتغير بشأن ازمة قطر مشيرا الى ضرورة ان توضح الدوحة موقفها بشكل جدي وقال الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لفرو في جدة ان السعودية تتمسك بموقفها من ازمة قطر حتى تستجيب الدوحة لمطالب الدول العربية الداعية لمكافحة الارهاب ومطالب المجتمع الدولي بشأن مكافحة الارهاب ودعم تمويله مشيرا الى ان مطالب الدول الاربع تتوافق مع القوانين الدولية واوضح الجبير ان ازمة قطر تعود لعشرين عاما وانها نتيجة لسياسة الدوحة العدوانية وهو الامر الذي اتخذت بسببه الدول الاربع خطواتها لاجبار قطر على الالتزام بتعاهداتها كما نوه الجبير انه على قطر ان تدرك ان سياستها مرفوضة من جميع الدول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر